ترجمة نانسي قنقر نوها بالتعاون القائم مع شركة أمازون لخدمات الويب في مجال تقنية المعلومات والاتصال في ظل اهتمام المملكة بهذا القطاع الحيوي وتنمية دوره وأكد جلالته على أن توفر مملكة البحرين وما توفره من بنية تحتية لتقنية المعلومات والاتصالات وما تتميز به من موارد وكفاءات بشرية مدربة ومؤهلة مشيرا إلى الموقع الاستراتيجي المهم للبحرين والذي يجعله وجهة مفضلة للمختلف شركات العالمية الرائدة في هذا القطاع ونوها جلالته حفظه الله بما حققته المملكة من إنجازات رائدة في قطاع تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات على الصعيد الإقليمي والعالمي وما وصلت إليه من مراتب متقدمة في مؤشر البنية التحتية لخدمات الاتصالات العالمية من جانبها عرضت نائب الرئيس لخدمات الويب العالمية في القطاع العام بشركة أمازون تريزا كارلسون أنشطة وبرامج الشركة على مستوى المنطقة والعالم وأعربت عن تطلع الشركة لزيادة حجم التعاون مع المملكة في مجال تقنية المعلومات والاتصالات مشيدة بالمزايا والحوافظ الاستثمارية التي توفرها البحرين في هذا المجال وما تتميز به من بيئة استثمارية جاذبة للشركات الدولية